بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اخوانا الاعزاء معكم احمد عبدالسلام يونس ان شاء الله النهاردة نقدم لكم مقادير بسكويت البورتقان وممكن ينفع بسكويت النشادر هو هو نقول بسم الله كيلو زبدة سفرة ربعمية جرام سكر بودرة تمانية ابيض بيض كيلو ميتين وخمسين جرام دقيق مية جرام كريمة فرش او حليب حسب ما انت عاوز عشرة جرام بيكينج بودر مية جرام ده بورتقان فيه بورتقان مكسف بورتقان عصير بورتقان مركز نحط مية جرام او لو عندي تانك عندي تانك الورنج لو عصير البرتقان تانك البودر احط مية جرام ده بيعمل طعم ملوش حل ولو ما عنديش ده او ده بحط حاجة بحط اشر بورتقان اشر بورتقانتين زبدة والسكر مع بعد ينعمه زي ما انتو شايفين بعد كده بضيف الابيض بيض وبعد كده بضيف ايه الاورنج المكسف ده بيتبعها في محلات بيع الحلواني بورتقان مكسف عصير بورتقان مركز مش عصير بورتقان عادي قولنا يا اما اتنين بورتقانة بشر بورتقانة زيست رفيع او لو عندي تانك العصير بودرة ده افضل حاجة بعدين بحط الديق واخر حاجة ايه الكريمة فريش يبقى كل البودر مع بعضه البيكنج بودر انا علبته مع الديق وفيه ناس بتحط النشادر اه انا بفضل بفضل النشادر بس لو عاوز تزود ريحة لكن ما تشلش البيكنج بودر بعد كده بنعبيه في الكيس وبنكسره وفيه ناس بتحطه في المكنة او المفرامة المفرامة بتاعة الكفتة وتكسره زي ما انتم شايفين كده طريقة بسيطة لو انت تضرب كويس واستنيت لما الزبدة تنعم بالكيس عادي هتقدر احسن واسرع ما تحطه في المفرامة وفيه مكبس للبتيفور ممكن تشتغل به الفكرة كلها ازاي انت بما تنعم الزبدة والسكر مع بعض هو ده اللي بيحصل الاختلاف كده بحط البسكويت بتاعي مية واربعين في الفرن او مية وتمانين حسب الفرن بتاعتي الفرن البلطة من اقوى الفرن لكن عندك هوا ممكن تحطها برضو مية وتمانين ثم بعد كده بتضيف نرجع مع بعض تاني قلنا كيلو زبدة صفرة 400 جرام سكر بودرة ننعمهم مع بعض لما يصبح لونهم ابيض كريمي بعد كده بضيف تمانية ابيض بيض على جنبي بكون اعمل كيلو ميتين وخمسين جرام دقيق معاهم 10 جرام بيكينج بودر عاوز اضيف نشا نشادر عشان ريحة ممكن اضيف 5 جرام نشادر مع البيكينج بودر وقلبهم كويس لو عندي عصير التانك البودر بحط 100 جرام ما عنديش عصير التانك بودر في بورتقان مركز مش عصير البرتقان ما عنديش ده وده بشري بورتقانتين كبار القشرة النعمة الصفرة ديت بالزاست بيقلبه مع الدقيق وبقيت المكونات بيبقى تحفى بعد ما اضيف الدقيق لو عندي كريمة فريش هتدي طعم وقوام احسن ولون للبسكاويد لو ما عنديش بضيف 100 جرام حليب 100 جرام حليب بيديني نفس التراوة دولة المكونات دي تعمل بيهم احسن بسكاويد طعم وريحة وقوام وحاجة بالهنة والشيفة ما تنسوناش بقى في التعليقات في اللايك اذا عجبك وديسلايك وياريت تعمل كومنت تقول لنا رأيك في ايه وياريت تفعل زر الجرس عشان احنا ان شاء الله كل اسبوع بنزل حاجة جديدة جميلة خفيفة ما فياش تعب وشعاري دايما ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل اكتر